قال وزير الخارجي عبد الملك المخلافي ايضا ان اليمن تعتزم تقديم الشكوى مصحوبة بالارلة لمجلس الامن الدولي بشأن نقل ايران اسلحة لحلفائها الحوثيين واضاف المخلافي في مقابلة مع وكالة رويترز ان تهريب السلاح من ايران لا يزال قائما مشيرا الى ان اسلحة ايرانية وجدت على الحدود اليمنية السعودية وهي معروفة في العادة وقال المخلافي ان الرئيس هادي وافق خلال لقائه مع مسؤولين في المتحدة في الامم المتحدة على وقف اطلاق النار لمدة 72 ساعة من اجل التمكن من ادخال المواد الايغاثية